إذن مشاهدين كرام من بعد هذا العصف المميز مع الشاب علي ننتقل معكم إلى موضوعنا التالي مع التطور التكنولوجيا الذي نشهده اليوم ودائما ما نكتشف وجود تطبيقات ذكية تعمل على تسهيل بعض الإجراءات والعمليات الحياتية ودائما ما يطلعنا المبرمج محمد سعيد المزروعي عليها من خلال هذه الفقرة الأسبوعية اليوم سيطلعنا على أحدى هذه التطبيقات خلالها تتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني وخواتي اليوم في فقرة التطبيق لكل أسبوع معكم محمد سعيد المزروعي تطبيقنا اليوم يختلف مختص حق الشباب اللي حاب أن يجهز سيارته للشتاء حاب أن يحصل قطع خارجي للتعديل وأيضا قطع أن يعد الميكانيك السيارة بقطع ذات الأداء العالي أو القطع الاستهلاكي يمكن يحصل عليها من داخل أو حتى خارج الدولة تطبيق A.E. Perf تطبيق طورة عن طريق فريق عرب جي تي المختص بالسيارات بسم الله نبدأ طبعا التطبيق متوفر أيضا في أبستور وأيضا متجر بلاي أول ما تدخلون التطبيق بيعطيكم هذه الصفحة بتحصلون جميع أنواع القطع من الأداء العالي وأيضا قطع التعديل والقطع الاستهلاكية إذا كانت حتى مش متوفرة داخل الإمارات ممكن أن تحصلون عليها من دول أخرى كمثال على ذلك ممكن أن تشترون أنواع المكابح المختلفة إذا كانت استهلاكية أو غيرها أو أيضا حتى قطع الخارجية طبعا من بعض الشباب يكون يغيرون عوادم السيارات أو أيضا حتى شكل السيارة من الخارج ممكن يضيف عليها شبك عشان يجهزها للبر وممكن يعدل داخلية السيارة بإضافة قطع مختلفة منها تعديل السماعات أو أيضا حتى التعديل الخارجي كمثال على ذلك تختارون نوع القطعة وذلك نوع السيارة مثال على ذلك تختارون نوع سيارة وأيضا المحرك ومن بعد ذلك تطون كلمة البحث طبعا هذه هي القطعة المتوفرة منها مراوح التبريد الخاصة بالسيارة وأيضا العوادم وأيضا فلتر الهواء وأيضا منقل الهواء الخاص بالسيارة لتعديل المحرك وإضافة الكثير من الأحصنة طبعا هذا كان تطبيقنا لهذا الأسبوع للشباب المهتمين في قطع السيارات وإن شاء الله تريونه في الأسبوع القادم بمزيد من التطبيقات في تخصصات مختلفة إذن مشاهدين الكرام ما زلنا في باق السياق والبرمجة والتكنولوجيا والتقدم ومع وجود التقنيات الحديثة والتقدم الذي يشهده العالم أصبح العالم الرقمي يمثل حيزا كبيرا في حياة الأشخاص وسخير هذا التطور لخدمة المجتمع وحيث يعد من الأساسيات تسهيل الحياة وتعدل القراءة الرقمية جزءا من هذا التطور في فقرتنا الآتية سنتعرف معكم أكثر عن القراءة الرقمية ومدى أهميتها في مجال الثقافة خلونا نرحب معكم بالمهندس خالد المنصوري مدرد التمييز مؤسسي وتحول الرقمي حياك الله ويانا مهندس يا مرحبا بك حياك الله ومساء الخير وفرصة سعيدة ومشاء الله مواضيع شيقة جدا صراحة بالفعل اليوم نتحدث عن القراءة الرقمية أو القراءة الإلكترونية كما نسميها دائما نتحدث عن مجالات مختلفة في العالم أو في المجال الرقمي اليوم نتحدث عن القراءة بداية مهندس خالد نستهل هذا الحديث بأهمية القراءة سواء كانت رقمية أو غير رقمية القراءة هي عملية فكرية معرفية يعني من شأنها تحفيز العقل على العمل باستمرار يعني القراءة لها متعة متجددة حقيقة يعني لا تنقطع أبدا القراءة أيضا غير يعني مقتصرة على عمر من عمر معين يعني أو جنس معين وبالتالي القراءة يعني للجميع القراءة لها يعني مميزات كثيرة في حياتنا سواء كانت قراءة من الكتاب الورقي أو كتاب أخذنا نقول أكتروني أو رقمي تفاعلي راح نتكلم عنه إن شاء الله القراءة تزيد من العلم والمعرفة القراءة حقيقة لها يعني دور كبير في صقل مهاراتنا خاصة نحن أي حد عنده مهارة الكتابة أول ما ننصحها ونقولها اقرأ اقرأ وأكثر من القراءة فهي تزيد من محصلتك ومفرداتك ولغتك أيضا القراءة تنمي عندك مهارات الكتابة والتحليل والتنبؤ وهي يعني جزء كبير من الترفيه وتبعد عنك التوتر القراءة لها مميزات كثيرة وفي كثير يعني من الناس اللي يستمتعون بالقراءة ودهم يوصلون هذه الرسالة للجميع يعني وإحنا أمة تقرأ المفروض صحيح ولكن حقيقة في الآونة الأخيرة بدأنا نعانئ وأصبحنا أمة لا نقرأ يعني طيب مهندس خالد اليوم نتحدث عن القراءة الرقمية إلى أي مدى سهلت القراءة الرقمية من هذه العملية من عملية القراءة أو ساعدت الكثير من الأشخاص أنه بالفعل يعني يكون هناك عنده وقت للقراءة صحيح القراءة الرقمية ساهمت بشكل كبير في إضافة إضافة المعلومة وإضافة المعرفة إلى الجميع وأصبحت في متناول الجميع اليوم لو تكلمنا عن الكتاب الورقي له مميزات كثيرة اليوم الإنسان يبدأ يعني يكون على تواصل مع هذا الكتاب سواء كان بالحاس بالسمع وبالبصر واللمس والشم حتى يعني إذن كل شيء مع الكتاب الورقي ولكن يعني هناك أمور كثيرة أثرت على الكتاب الورقي منها مثلا نفاذ كميات الكتاب أثناء النشر تأثيرها على البيئة والطباعة والحبر النقل أيضا عشان تنقل مجموعة كتب يعني إذن النقل غالي ومكلف ويأخذ حجم فبالتالي الكتاب الورقي يعني أصبح شوي محدود في هذا الزمن وخاصة نتكلم مع الجيل الرقمي فحل ما كان الكتاب الرقمي والكتاب الرقمي اليوم ليدور كبير في نشر المعرفة الكتاب الرقمي يعني واضح منه أنه يعني أولا نقول سهل سهل النقل أيضا النشر عنده سريع ما فيه داعي اليوم أنت يعني تحمل معاك بجهاز واحد ممكن تأخذ مكتبات من الكتب أيضا فيه الكتاب الرقمي لمميزات أكثر من ناحية التصحيح اليوم أي خطأ في هذا الكتاب تصحيحه ونقله ونشره يعني أصبح ألكتروني سهل جدا ما فيه داعي إلى دور نشر وطباعة من أول وجديد أيضا الكتاب الرقمي ميزة مهمة باستطاعتك أنك أنت تتواصل مع الكاتب أو النشر بشكل سريع جدا من موقع ألكتروني فحقيقة فيه مميزات كثيرة للكتاب الرقمي والآن أيضا رح نتكلم عن الكتاب الرقمي التفاعلي للطلبة يعني في المناهج إن شاء الله لاحقا طيب اليوم هذا الكتاب أو الكتاب الرقمي وكذلك الكتاب الغير رقمي والكتاب كما نسميه الورقي والملموس ما الفرق ما بين الاثنين في القراءة ومن ناحية وصول المعلومة أستاذ خالد نعم أولا هم يعني اليوم كمعلومة موجودة في الكتابين سواء كان الكتاب الورقي أو الكتاب الرقمي وأنا حقيقة رح أتكلم عن بعض مميزات الكتاب الورقي اليوم الكتاب الورقي ما فيه مشتتات اليوم الكتاب الورقي أنت إذا تبدأ تقرأ فيه ففيه تواصل وعلاقة حميمية مع الكتاب تقرأ وتشوف أيضا أنك أنت وين واصل وبالتالي يكون عندك شغف لأنك تخلص الكتاب الكتاب الرقمي مشتتك كثيرة يعني عندك المنبهات تطلع لك نتائج مبارعات أخبار إشعارات كثيرة من الجهاز الذكي وبالتالي تساعد على تشتت ذهنك ولكن الكتاب الورقي ما زال له جمهورة ما زال موجود والمعرفة الموجودة اليوم انتقلت إلى الكتاب الرقمي الكتاب الرقمي أصبحنا باستطاعتنا إضافة أشياء كثيرة منها إضافة مراجع إضافة حاشية للكتابة إضافة مؤثرات سواء كان صوتية مؤثرات فيديو صور ثلاثية الأبعاد وبالتالي بدأت تسهل في العملية التعليمية ونقل المعرفة بطريقة أسهل أيضا أنت بإمكانك أنك إذا اقتبست من كتاب معين أنك تشير له في الكتاب الرقمي وتقدر ترجع إلى المرجع الآخر ولكن ما زلنا نقول أن الكتاب الورقي موجود وله جمهورة وهناك يعني من يعني يحاول أن يكون عنده كل سنة هدف معين بعدد الكتب اللي يقراها احنا نقول الكتاب الرقمي ما زال في قمة توهجة لأن المعلومة والمعرفة اللي ممكن أن تسقل مهارات كثيرة تكلمنا عنها لها علاقة بالمفردات واللغة والتحليل وأيضا تنمية الخيال اللي عندك ما زالت المعلومة موجودة سواء كان في الكتاب الورقي أو الكتاب الرقمي فعلا كيف سهلت هذه العملية طبعا والكتاب الرقمي مهندس خالد بالنسبة لي طلبت المدارس كذلك وحتى طلبت الجامعات كيف سهل لهم العملية التعليمية نعم الكتاب الرقمي لا تطور اليوم أولا بدأ بأن ناخذ الكتاب الورقي الموجود وفقط نعمل له نوع من الأتمة بحيث أنه يكون منسوخ أو مطبوع إلكترونيا ولكن أضيفت له بعض المميزات البسيطة منها الفهرس والتنقل بين الصفحات بطريقة نوعا ما إلكترونية أسهل ولكن هذه كانت المرحلة الأولى من مراحل الكتاب الرقمي أو الإلكتروني ثم تطور إلى أن اليوم عندنا كتب ومناهج كتب رقمية تفاعلية حقيقة في هذا الكتاب التفاعلي في المنهج سواء كانت مناهج التربية أو التعليم أو التعليم العالي أصبح كتاب تفاعلي اليوم أنت تفتح جهازك اللوحي وتتصفح الكتاب وفي نفس الإحساس بالتنقل بين الصفحات أيضا في مؤثرات متعددة الوسائط منها الصوت منها الصورة منها الفيديو وبالتالي يسهل عملية توصيل الفكرة أيضا ممكن أنك أنت تاخذ امتحان وتقييس قدراتك ومعرفتك كطالب وتشوف النتيجة فورا هذه الأمور سهلت عملية التحصيل سهلت عملية الدراسة بالنسبة للطالب أيضا بإمكاننا نربط المنهج هذا أو الحصة هذه اليوم مع فيديوهات كثيرة لمعلمين آخرين لهم طرق مختلفة في شرح الدرس الفلاني أو الدرس في المادة الثانية فبالتالي أنت تعددت عندك المعارف تعددت عندك أصبح المتلقي أو الطالب بإمكانه يشوف على أرض الواقع فيديوهات تسهل عليه أن يتعرف على شو هي الكوارث الطبيعية أنواعها أشكالها مع فيديوهات تبين أن هذا زلزال وفرق بينه بين مثلا الفيضان بين التسونامي وأيضا حتى إلى وصلت أن نحن نخلي المدرس بالصوت يقدر يشرح المادة ولو فرضنا فيه كلمة مثل الكوارث الطبيعية لو فرضنا نتكلم عنها يشرح معنى الكوارث ويكتبها والطالب أيضا بدأ بنوع تفاعلي يبدأ يكتب على الهامش يكتب نوت يرسل رسالة مباشرة إلى الناشر أو إلى المعلم وبالتالي يصير فيه أخذ وعطى وتزيد المعرفة وتسهل وننسى أن نحن نتعامل مع جيل رقمي صحيح يعني الأمور هذه بالنسبة له سهلة جدا وتوصل للمعلومة بسهولة فعلا ذكرت قبل قليل السيد الخالد نقطة جدا مهمة على وهي تواصل كاتب مع القارئ فهذه بفعلا مهمة خاصة في القراءة الرقمية اليوم يستطيع الكاتب أن يتواصل مع القارئ والقارئ يتواصل مع الكاتب بمناقشة بعض ربما بعض الأطروحات في هذا الكتاب وبعض المواضيع المتعلقة بهذا الكتاب مدى أهمية هذا التواصل اليوم وكيف سهل القراءة الرقمية هذا الجانب السؤال جميل جدا حقيقة أول لما نتكلم عن الكتاب الورقي يعني يمكن نحن نشوف عن طريق معارض الكتب نشوف الكاتب وهو يوقع يعني كلمتين أو ممكن يشرح كتابه في في محاضرة معينة وبالتالي يشرح فكرته وفكرة الكتاب والرسالة والهدف والمضمون الذي يحب يوصله إلى القارئ اليوم لا بالكتاب الرقمي أصبح التواصل معه التواصل معه عن طريق قنواته في تواصل اجتماعي يجاوب على كل النقاط يأخذ ويعطي معه المتلقي يشرح فكرته وأيضا يقدر يعدل على بعض الأفكار وينشر بشكل سريع جدا أيضا لو فرضنا أنه بدأ في الطبعة الثانية أو الثالثة من الكتاب الرقمي أصبحت يعني مجرد بضغطة زر ويعلم الناس اللي أخذوا النسخة من هذا الكتاب يعني وهنا عندنا نقطة لازم نقولها أنه بالكتاب الورقي حقوق الطبع والحقوق الفكرية مضمونة بشكل كبير بالناحية أخرى من مساوة أو قصور الكتاب الرقمي حقيقة ما في وجود إلى الحرية الفكرية وبالتالي هذه غير مضمونة وينتشر الكتاب بشكل غير خلنا نقول يعني غير حقيقي ينتشر بين الناس ولا يضمن حقوق الناشر أو الكاتب ولكن التكنولوجيا تتطور فعلا صحيح طيب هذه التكنولوجيا أستاذ خالد اليوم ذكرنا أن القراءة الرقمية ومدى أهميتها بالنسبة للقارة إلى أي مدى أصبحت سهلة التنقل مع القارة في أي مكان أو في وقت أو في أي زمان يستطيع أن يقرأ من هذا الكتاب مجرد أن تكون مع أحد التطبيقات متواجدة في القراءة الرقمية القراءة الرقمية سهلت الموضوع بشكل جدا كبير اليوم أنت يعني وين ما تكون بوجود فقط جهازك الذكي سواء كان اللوحي أو فيه الآن أجهزة فقط للقراءة يعني اليوم هناك أجهزة للقراءة تعطيك الإحساس كامل وتتابع الكتب التي تقرأها لها حقيقة مكتبة افتراضية موجودة في جهازك أصبحت المسألة جدا سهلة اليوم أنت في مطار أو في خلنا نقول على الشاطئ أو في كوفي أو في أي مكان عندك مكتبتك كاملة موجودة وبالتالي تتابع فيها وإحنا دائما نقول لازم الشخص يعني أنا نصيحتي دائما للجميع أنه لازم أنت تقرأ باستمرار تنمية معارفك هذه إحنا نؤمن دائما بالتعلم المستمر في دولتنا ونؤمن بالتطوير المستمر ونقول أيضا أبدع وأبتكر لأن القاع مزدحم دائما نقول اقرأ في أكثر من مجال نوع في مجالات قراءتك نوع في مجالات وقرأ أكثر من كتاب في آن واحد حتى لا تصيب بالملل إحنا اليوم نؤمن باستشراف المستقبل ولا يأتي موضوع مهارات تنمية الخيال إلا بالقراءة الكثيرة إذن الكتاب الرقمي سهل عملية التنقل والسفر أن يكون موسوعتك ومكتبتك معاك في أي مكان بالنسبة للأطفال المهندس خالد كيف ساهم القراءة أو ساهم الكتاب الرقمي لمساعدة الأهالي إنهم يدمجون أطفالهم في القراءة وحبهم للقراءة من خلال الكتاب الرقمي الكتاب الرقمي سهل جدا عملية تعلم الأطفال إلى أساسيات خلنا نقول الأحرف والأبجديات والألوان يعني لأنه يرى بعين أمه ويختار ويعني يعمل له أصوات وتأثيرات ومؤثرات فبالتالي حب والجيل هذا الجديد من هو صغير يعني اليوم استخدام الأجهزة الذكية نزلت إلى سن السنتين تقريبا ما في شك لها تأثير سلبي على العين وعلى البصر لكن احنا نقول ما دامها بتوجيه ولي الأمر بوجوده التعليم أصبح جدا سهل ويراه بعينه اليوم احنا عندنا في مدارسنا مختبرات علمية اليوم هذه المختبرات كلها أصبحت مختبرات افتراضية موجودة رقميا اليوم المختبر تجيب المادة وتخلطها مع المادة وتشوف شو صار فهذه الأمور كلها أيضا نقلت إلى مناهجنا الافتراضية التفاعلية وبالتالي اليوم الكتاب الافتراضي التفاعل ونطلب يعني احنا صراحا ناشد من هذا المنبر يعني مدرسين ومعلمين يطوروا مهاراتهم الرقمية يبدأ يضيف في المنهج وفي الحصة ويبدأ يكون عنده قنوات في مثلا في اليوتيوب لشرح هذه المواد وانه يبدأ يطور الكتاب الموجود والمنهج الموجود ككتاب الكتروني رقمي تفاعلي يضيف في مواد فيديوات ومؤثرات وصور ثلاثية الأبعاد اللي راح توصل الفكرة والمعلومة إلى الطالب بشكل سهل جدا طيب هل هناك سلبيات لهذا المجال أو لهذا الجانب مهندس خالي؟ ما في شك سلبيات موجودة السلبيات موجودة إدمان أجهزة الأجهزة الثكية سببت تشتت في يعني خلنا نقول في أذهان عيالنا أيضا إدمانهم إلى أن وجودهم خلف الشاشات هذه فترات طويلة أثرت حتى على خلنا نقول القدرات البصرية والعين ومشاكل العين أيضا مشاكل صحية لعلاقة بالرقبة ومشاكل صحية بالتشنجات بسبب إدمانهم إلى يعني وجودهم على يعني ساعات طويلة خلنا نقول بالتعامل مع هذه الأجهزة الذكية ولكن دائما نقول الأب ودور الأب ودور الأم والوالدين في عملية التوجيه وتقنين هذه الأمور في البيت لأن المعرفة والمعلومة اليوم أصبحت سهلة وموجودة ومتوفرة عن طريق هذه يعني الأجهزة وهذه المناهج الرقمية التفاعلية التي توصل للمعلومة اليوم الطالب في الصف الرابع والخامس الابتدائي صار عنده إدراك ومعلومة يعني تتحدى يعني خلنا نقول طلاف في الزمن الجميل اللي كان صعوبة أنه توصل لهم المعلومة يبحث ويقرأ ويروح مكتبات عشان يصل اليوم المعلومة أصبحت بزر اليد يعني فعلا نصيحة أخيرة طبعا مهندس خالد توجهها بهذه طبعا القراءة والقراءة الرقمية وتطور القراءة الرقمية كذلك والله نتمنى أن نحن نكون أمة تقرأ منظمة اليونسكو في عام 2003 بينت أن نحن العالم العربي أمة لا نقرأ للأسف هذا 2003 ولكن يعني يعني خلنا نقول تطورة الأمور اليوم في عام 2021 في آخر تقرير أثبت أن دولنا العربية تقدمت جدا خطوات كبيرة في عدد ساعات القراءة للفرد من خلال أسبوع اليوم مصر تعتبر الخامس على العالم كجمهورية مصر الحبيب ونقدم لها تحية ونقدم للشعب المصري أفضل تحية وأحلى تحية اليوم هم في المركز الخامس على مستوى العالم في القراءة بمعدل سبع ساعات ونص في الأسبوع طبعا الأول الهند والثاني تايلند والثالث الصين لكن أيضا عندنا من دول الخليج 11 المركز الحادي 10 المملكة الحبيب المملكة العربية السعودية كجيل صاعد هذا لا يعني أنه عندنا أكثر من 90 مليون طفل اليوم في العالم العربي محروم من المعرفة محروم من القراءة اليوم عندنا يعني عدد معدلات القراءة منخفضة جدا ولكن هناك مبادرات كثيرة ومعارض كتب تساعد وتوصل المعلومة وتوصل المعرفة إلى الأجيال كلها فنتمنى أن نكون ونرجع إلى أن نكون أمة تقرأ وإحنا اليوم في شهر مارس يعني شهر القراءة ومبادرات القراءة والله يوفق الجميع آمين شكرا لك مهندس خالد على هذه الكلمات وعلى هذه النصائح وعلى هذا التطور اللي أطلعتنا عليه لهذا اليوم يعطيك العافية وإن شاء الله كل التوفيق للجميع شكرا لك شكرا شكرا إذن مشاهدين إلى هنا وإلى القراءة الرقمية ونصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الحديث المساء أشوفكم إن شاء الله على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة